بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنستكمل محاضرات Stability and Floating and Submerged Body وفي هذا الجزء بناخد تطبيقات على هذا الكلام فأول تطبيق عندنا النهاردة من اللغة مثال رقم واحد بنقرأ مع بعض وانت بتقرأ المسألة تقراها بدقة عشان تقدر ترسيب وتقدر تطلع لبعض بتاعتك إذا ما كانش معطيك الرسم فبيقولي cylindrical point of 3 متر diameter يبقى أنا عندي هنا جسم استواني طافي القطر بتاعه 3 متر و4 متر long يبقى أنا لو بصيت للديامتر هنا بتاعنا لو أسقطنا تحت كده كديرا يبقى ده القطر بتاعنا دي والارتفاع بتاعنا ده capital H ده ديامتر مدولي في مسألة 3 متر والH بتاعتنا 4 متر is winning 150 كيلو نيوتن يبقى الوزن بتاعنا 150 كيلو نيوتن بيسألني show it can not float vertically in water هل ده ممكن يطفو أو يمكن لا يطفو في الماء أنا علشان أجاوب على هذا السؤال زي ما شفنا الاستراتيج بتاعة الحل لازم أحدد الميتا سنتريك هايت إذا كانت الميتا سنتريك هايت جي أم طلعت رقم موجب يبقى يطفو ستيبل إذا طلعت سالب يبقى yes it can not float بنبتدي نحدد أول حاجة دي سطوانة عندنا هاية من هندسة الشكل بتاعنا اللي سطوانة مركز السيقر يبقى المسافة O G هي عبارة عن H على 2 يبقى O G بتساوي H على 2 يبقى 4 على 2 بتساوي 2 متر النقطة المهمة التانية عشان أطلع طول الجزء الغاص H ده بستقدم المعادلة اللي نتخدناها من قانون أرشميدس أن وزن الجسم يساوي وزن السائل المزاح weight of the body equal to the weight of fluid displaced weight of body عبارة عن إيه عبارة عن حجم الجزء المغمور ده مضروب في الspecific weight بتاعة السائل وهو المية عندنا يبقى دي الجاما في الفوليوم طيب الجاما الحجم الفوليوم يبقى عن مساحة القاعدة اللي هي باي دي باي دي سكوير على 4 في H بابتدأ ساوي الاتنين مع بعض مع ملاحظة الوحدات وأنا بعوض هنا كم الديني 150 كيلو نيوتن بدربة في 10 قصة 3 عشان أحولها من كيلو إلى نيوتن الـ specific weight بتاعة المية عبارة عن الروف الجي يبقى الـ 109.81 فيه عندنا باي القطرة عندي 3 متر بتلاتة تربيع على أربعة في الـ H أصبح عندي هنا لما نقول الـ H بحسب الـ H يبقى طول الجزء الغاطس H احنا حددناه وطول الجزء الغاطس عندي هنا ده بحدد منه المركز أو الـ Pauincy Center ليه؟ لأن الجزء الغاطس برضو استوانا يبقى مركز السقل أو مركز السقل بتاع الجزء الغاطس هو بي اللي هي نقطة B يبقى الـ OB بتساوي H على 2 وطلعت من هنا المسافة OB يبقى احنا ماشيين حسب الـ sequence اللي احنا اتكلمنا عليها في الـ strategy بتاعتي الحل أنا طلعت المسافة OG وطلعت المسافة OB أقدر أطلع المسافة BG يبقى BG بتساوي OG minus OB أعوض طلعت المسافة موجودة عندنا اللي هي 0.92 متر بعد كده بحدد المسافة BM أحط القانون اللي أنا أعرفه BM عبارة عن الـ I على V بعوض عن الـ I بقيمتها وبعوض عن الـ V بقيمتها يطلع عندي D² على 16H بعوض عن الـ D بقيمتها بعوض الـ H بقيمتها يطلع عندي المسافة BM يبقى أنا عرفت المسافة BG عرفت المسافة BM حسب الـ steps اللي احنا قلنا عليها يبقى GM ساوي PM minus BG وبعوض طلع الجسم عندي إشارته أو المسافة GM إشارته سالبة يبقى الجسم unstable يبقى أنه يبقى يسد كان نط float vertically ده هو أحد التطبيقات والـ sequence بتاعة الحل اللي احنا قلناها بحدد مكان مركز السيقل G بحدد مكان مركز الطف و B بحدد المركز البيني M بحسب المسافة GM وبشوف الإشارة بتاعتها إذا جات مجابة أو سالبة أو إذا كانت قيمتها 0 إن شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل تطبيق آخر بإذن الله أشكرا أشكرا أشكرا